ألقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بيان الحكومة أمام مجلس النواب والذي ركز على أهمية التواصل والتنصيق بين الحكومة والبرلمان لتحقيق أهدف الشعب المصرية وأكد رئيس مجلس النواب أن برنامج عمل الحكومة اعتمد بشكل رئيسي على مستهدفات رؤية مصر 2030 وتوصيات جلسات الحوار الوطني ومختلف الاستراتيجيات الوطنية والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية بخطة عمل جديدة قائمة على التواصل والتنصيق بين الحكومة والبرلمان لتحقيق أهداف الشعب المصري ألقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بيان الحكومة أمام مجلس النواب رئيس مجلس الوزراء أكد أن برنامج عمل الحكومة اعتمد بشكل رئيسي على مستهدفات رؤية مصر 2030 وتوصيات جلسات الحوار الوطني ومختلف الاستراتيجيات الوطنية والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية من أهم محاور البرنامج تعزيز المشاركة السياسية والحكم الرشيد وذلك من خلال دعم اللامركزية وتمكين المجتمع المحلي عن طريق العمل على سرعة إصدار قانون المجالس الشعبية المحلية وسرعة إجراء انتخاباتها والتوافق على النظام الانتخابي للمجالس الشعبية المحلية بالإضافة إلى إتاحة آليات وتدابير لإشراك المواطنين في التخطيط وإدارة المشروعات والمرافق عبر تشكيل لجان التخطيط التشاركية وبهدف تحقيق الوحدة الوطنية أكدت الحكومة أهمية تعزيز التواصل السياسي مع كافة مكونات المجتمع المصري وتسعى من خلال هذا التوجه إلى فتح قنوات حوار فعالة مع مختلف الأطياف والفئات المجتمعية لضمان مشاركة واسعة في عملية صنع القرار وتعزيز التفاهم المشترك من الاجتماعات الدورية مع مجلس أمناء الحوار الوطني وممثلي المجتمع المدني والنقابات والأحزاب السياسية والشباب والمرأة وكذلك المجموعات المهمشة لضمان سماع أصواتهم وتلبية احتياجاتهم وتضمن البرنامج أيضا تعزيز البنية التشريعية التي تكفل للمجتمع المدني ممارسة دوره بحرية واستقلالية والنظر في التعديلات المقدمة من خلال المرحلة الأولى للحوار الوطني وتفعيل دور النقابات المهنية وتعزيز مشاركة الشباب والمرأة في الحياة السياسية والاقتصادية وذلك من خلال طرح مبادرات لتعزيز المشاركة السياسية للشباب والتوعية بحقوقهم المدنية والسياسية أيضا تعهدت الحكومة بالالتزام برفع تقارير متابعة الأداء والنتائج إلى البرلمان بشكل دوري لضمان الشفافية والمساءلة وتحقيق الأهداف المنشودة كما ستعمل الحكومة على عقد مؤتمرات صحفية منتظمة لإعلان هذه النتائج وتوضيحها للرأي العام المصري بكل وضوح وشفافية